تفتقد الأرملة الأمال بمستقبل مستقر بعد فقدان شريك الحياة ويقابلها واقع ملي بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية ولكن تعزيز اندماجهن في المجتمع يتطلب تظافر الجهود لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الضروري لمساعدتهن على تخطي صعوباتهن فقراتنا مشاهدين الكرام نخصصها للأرامل في اليمن والمعاناة الاجتماعية والنفسية التي تعرضنا لها وكيف يمكن تهوين ذلك عليهم مع ضيفتنا من تعز المستشارة الأسرية ومدربة المهارات الحياتية سبا المأربي مرحبا بك معنا سيدة سبا أهلا وسهلا بكم أهلا بكم سيدة سبا ودعينا نبدأ معك يعني عن بخطوط عريضة معاناة الأرامل في اليمن ما هي أبرز وجوه هذه المعاناة بسم الله الرحمن الرحيم أبرز وجوه هذه المعاناة هو الوضع الاقتصادي التي تمر به المرأة أيضا الدعم قلة الدعم الاجتماعي هذه من الناس ينتقصوا المرأة مش قصدا ينتقصوها ينتقصوها معاملة أيضا الزواج القصري من أبرز المعاناة التي من خلال العمل في الدعم النفسي خلال فترة الحرب وجدت أن أكثر النساء يعانين من الزواج القصري من أخو الزوج بسبب الإرث بسبب البيت بسبب الأطفال فتكون هي مش راغبة بهذا الأمر يعني عدد المسألة موجودة سيدة سبا عائلة أهل الزوج نعم موجودة وبقوة وكثير حالات استشارات ومعاناة يعانيها النساء في هذه البلاد نعم ساذة سبا فيما يتعلق بالمجتمع المحيط بالأرامل كيف يعني يساعد هذا المجتمع على اندماج هذه الأرامل وتجاوز هذه المحنة هل هناك وسائل معينة أو سلوك معين أو تصور معين أو نظرة معينة يجب أن تراعى فيها من فقدت زوجها وأصبحت أرملها نعم نحن نحتاج في اليمن إلى الدعم الاجتماعي للمرأة الأرملة يعني من أكثر الأشياء التي تؤرقهنهم ما فيش معاهم أي مكان يرحلوا فإحنا إما مبادرات إما منظمات إما مؤسسات مكان يكون لهم كملجأ لا توجد هذه الملاجئ في عندنا أيضا من الأشياء المهمة التدريب والتعليم وإعطائهم مهنة حتى تستطيع أن تعيل أولادها يعني من أكثر الأشياء السلبية والسيئة أن الزوجة موت والمرأة ما عندش أي مكان تذهب له ما عندش أي حرفة تشتغل فيها فتتعب فهذا الأمر يجب أن نركز عليه أن تعمل المرأة على بناء ذاتها بذاتها يعني تعمل على حتى تستطيع أن تأخذ رسقها أو لا تعمل تعمل أيضا تكاتف الجهات الخيرية مع المؤسسات مع الدولة حتى تستطيع المرأة أن تتنفس وما تشعرش بالخوف إحنا أكثر نساءنا يشعرنا بالخوف وقلة الحيلة لأنه ما عندش أي مكان تذهب له ما عندش أي ملجأ وهذه الأشياء هي التي تعمل على اضطهاد المرأة وتلجأ لأسرة الزوج أو لأسرتها نعم لكن نقطة أن تلجأ إلى أسرة الزوج أو أسرتها يعني هي تعتبر نقطة منطقية في ظل الظروف التي تمر بها هذه المرأة وليس عيبا أين المشكلة في ذلك؟ المشكلة في ذلك أنه يفرض عليها ماذا؟ يفرض عليها آراءها أنا أشتغلت مع النساء من 2016 في الحرب يعني أهل الزوج يفرضوا آراء عليها وعلى أولادها أو أهل الزوجة ما عندش استقلالية في تربية أولادها ما عندش استقلالية في اتخاذ قراراته فهذه هنا السلبية فنحن نعلم النساء أن تكون قوية بذاتها طيب أستاذ سبا يعني أنت تكلمتي في بداية حديثك وفي خلال كلامك الآن أنه لازم من تقديم دعم اجتماعي لهؤلاء الأرامل ما هي يعني الأشكال هذا الدعم الممكنة يعني لأرملة توفى زوجها لديها أطفال لا يوجد بيدها شيء لا مهارة ولا مهنة ولا شهادة أولا الدعم يكون بجهات كثيرة أولا الدعم النفسي يعني المرأة تخرج بشعور الفقدان بشعور الحزن فأول دعم يجب على المجتمع سواء كان مؤسسات أو جمعيات أو حكومية أو غير حكومية هو الدعم النفسي لا بد أن نؤهل هذه المرأة نفسيا تكون منهارة تجلس في نساء ثلاث أربع سنين يعني من أحد القصص المؤثرة فيني وأنا في 2018 أعمل جلسة توعية للنساء قالت واحدة والله يا أستاذ ثلاث سنين محرم علي أنني ألبس جديد بسبب زوجي يعني عادات تقاليد فهذه الأشياء كلها خطأ خطأ أن المرأة تجلس بهذه العقاد بهذه التفاصيل أيضا الدعم الاجتماعي الدعم المالي أيضا من الدعم التدريبي المهاراتي صناعة حرفة هذه الأشياء كلها صحيح أن بعض المؤسسات والمنظمة قاموا بهذا الدور ولكن مش الدور المطلوب لأنه من الخلل اللي وجدته وأنا أشتغل مع هذه الفئة أنه يأهلوها في مهنة هي ما تكونش حابة المهنة بس لأن هذه المهنة بتيشتغل به والله تكون مدمرة داخل هذه المرأة مش قادرة تشتغل أصلا فيجب أولا قبل أن نفكر نؤحلها يجب أولا أن نؤحلها نفسيا مهم هذه النقطة لكن للأسف الجهات التي تدربها المرأة تتغافل على هذه النقطة نعم هذه مشكلة حقيقة أستاذ السبب ليست فقط بالنسبة للأرامل الجانب النفسي عادة ما يتم إحماله في اليمن سواء للأطفال للنساء نحن في فترة حرب هذه فترة صعبة بالنسبة للناس يعني إذا كان الإنسان الطبيعي اللي عايش حياته طبيعي يشعر أنه بحاجة إلى جلسات نفسية أو دعم نفسي ما بالك بامرأة تعرضت لكل هذه الضغوط لماذا هذا الجانب موفل؟ لأنه عندنا ثقافة سابقة أنه إحنا ما نحتجل لاختص بعض الأشياء نس مجانين نس ما ينفعوش وهذا الخطأ اللي مرتكب في الشعب اليمني وللأسف الآن في أيام الحرب وأثناء الحرب أنه أعتقد أنه 95% مننا كلنا نحتاج إلى دعم نفسي بسبب الأوضاع الحرب بسبب الأوضاع الاقتصادية بسبب الأوضاع الاجتماعية لكن سابقة هل فعلا هناك يعني مراكز دعم نفسي موجودة يمكن ذكرها وما الذي تقدمه؟ هل هي كافية؟ وهل مليئة بالكوادر أيضا للتعامل مع هذه القضية؟ للأسف أنا دائما أتناقش مع الأخوة والأخوات أنه لا يوجد لدينا مراكز متخصصة بالدعم النفسي وهذا ما نحتاجه في هذه أكثر من مرة أنا أقول من بين بري هذا أننا نحتاج إلى مراكز نفسية متخصصة في دعم المرأة سواء كانت أرملة أو مطلقة لأنها هي أكثر شخص لديها العب على أحمال تحمل أعباء الحرب نعم إذن برأيك أستاذ سباكي فيؤثر وضع الأم الأرملة على نمو الأطفال وتطورهم وتربيتهم أيضا للأسف نحن أكثر الأمهات التي يأتوا إلينا وضع اقتصادي سيء مما يؤثر على الأطفال لأن الأم تضطر أن تشتغل والأم لازم توفر لقمة العيش فالأطفال يروا أمهم بهذا الضغط فيخرجوا من المدارس ويبحثوا عن عمل وحتى هم في صن صغير ويحصل تسرب من ماذا؟ من المدرسة وهذا يؤثر على مستقبل هذه الأطفال ويؤثر على مستقبلنا بشكل عام اليمنيين وهذه هي نقطة الفجوة الكبيرة التي نريد أن نردمها بسبب الأوضاع بسبب الوضع الاقتصادي بسبب الحرب أصبحت المرأة عبء ثقيل الأطفال يشتري ساعدهم يخرجوا من المدارس فيما يتعلق بالأطفال ما هو نوع الدعم الذي يمكن أن يحتاجه الأطفال لمن فقدوا أبوهم أو فقدوا أمهم خاصة دعم سواء كان نفسي أو اجتماعي والله شوف يا أستاذي الدعم يمر بمراحل أول نقطة في المرحلة الأولى هي الدعم النفسي وهو على ثلاث مراحل العلاج النفسي اللي هي الحالة المتقدمة كالقلق كالاكتئاب المتقدم النقطة الثانية للإرشاد النفسي اللي هي جلسات فضفضة وإرشادية اللي هي تقديم نصائح رقم ثلاثة الأنشطة الترفيهية من الأشياء المهمة للأطفال في هذه المرحلة هي الأنشطة الترفيهية لأنه يخرج الطاقة السلبية أيضا الدعم الاجتماعي وهي أولا رعاية الأسرة ثانيا الدعم المدرسي للأسف نمسك مجال ونغفل على الجانب الدراسي الأطفال الذين فقدوا آباءهم يجب لهم دعم خاص في المدرسة لأنه أغلبهم يتسربوا من المدارس أيضا التوجيه والإرشاد والنصائح للأمهات حتى لا يحملوا أطفالهم أعباء أنت أم تحمليني عشان أولادي لكن للأسف الأمهات لا يستطيعون أن تحملين فيبدأين إيش يضغطوا على أولادهم ويضغطوا على أولادهم ويضغطوا على أولادهم كثير وهنا العائق الكبير طيب أستاذ سبب رأيك كيف يمكن تعزيز الوعي بالنسبة للمرأة الأرملة كيف يمكن أن يوفر لها بيئة دعم يعني لا المجتمع بيدعم ولا هي مستوعب أنها بحاجة لهذا الدعم يعني حتى على مستوى العلاج النفسي أو الجلسات النفسية يرواها ترف يعني شيء غير ضروري كيف يمكن أن نوعي يعني للحاجة لهذه المسائل أولا لا بد من جلسات توعية حملات توعوية ورش عمل تفقيفية حول هذا الجانب لأنه زي ما قلت يعني عندنا الشعب اليمني بشكل عام هذا الجانب جانب ترفيهي بينما هو أهم جانب عشان نعيش صحة نفسية صحيحة فلازم أن نكثف جهودنا كأخصائيين كمجتمع بماذا؟ بحملات توعوية قوية على أن نحتاج إلى علاجات نفسية أخصائيين نفسيين جلسات حتى نستطيع أن نقاوم ضغوطات الحياة وضغوطات الحرب نعم أستاذ سفهم يتعلق بالعادات والتقاليد وتأثير هذه العادات والتقاليد سواء كان سلبا أو إيجابا على المرأة الأرملة تعتقد شنو في عادات تنعكس إيجابا يعني هناك من يقول أنه دائما الجانب السلبي هو ينعكس على وضع المرأة الأرملة لكن هل هناك إيجابيات أيضا؟ والله يشوف يا أستاذ في ناس في موضوع الأرملة الناس اللي في عندهم واعي فعلا تحصل على داعم أسري وتحصل على دعم مالي والأسرة تدعمه يعني تحصل على جو رائع وفعلا في كثير حياتهم تحسنت بعد ما تزوجت تقول لك الحمد لله نحن عايشين حسن مكان هلو يعني فيه كثير لكن بمقابل النسبة يعني يمكن نقول لك 20-30% لكن 80% الوضع سلبي سلبي كثير يعني يعني العادات والتقاليد تؤثر على حياة المرأة الأرملة بشكل 80% على حياتها وتأثر على صحتها النفسية والعقلية أي كيد هل هناك مشاهد مثلا أو مثلا قصة أولا تذكريها لنا حيال هذا التأثير السلبي التأثير السلبي إنه في مرة من المرات أنا أعمل محاضرة وجلسات إرشاد نفسي فجاءت لعندي وحدة تبكي تشتكي إنه أهل أهل زوجة وأهل زوجها اتفقوا إنهم يزوجونني على أخو الزوج ليش؟ عشان البيت والإرث ما يروح لحد غريب يعني عشان يلم الشامل والأولاد فهي تقول لك أنا مشيش هذا كنت أعامل أنا زي أخي كيف الآن يشتيج بروني إنني أتزوج عشان البيت وعشان الوراثة والورث وما يتقسمش البيت وما يروح لحد ثاني فهذه من أكبر المشاكل التي تواجهنا هو الزواج القصري يعني تغصب المرأة وتكون في حالة لا يرثى لها صحيح إذن ما هي الفرص التي يمكن توفيرها أستاذة لأرامل لتحسين وضعهن الاقتصادي بعيدا عن ضغوط الأسر أولا التدريب والتعليم يعني إذا كانت هذه الأرماف في سن صغير أنصح أنها تواصل دراستها وإذا كانت في سن متقدم أنصح أن تبحث لعنين هنا إحنا الآن في ظل الحرب الحمد لله يعني في شيء إيجابي أنتشر أنه النساء الآن أصبح اللي هن يشتغل في الخياطة اللي يشتغل في من المنازل حتى بمشروعات منزلية أصبح المشاريع الصغيرة أكثر ويسموها أيه أيه مشروعات منزلية وأصبح الآن يسموها الرياضة الأعمال يعني أصبح الموضوع حلو جدا أنا أنصح أن المرأة تكون تصنع لمهنة تصنع لحرفة تستطيع أن تدخل رزقه ورزق أولاده هذه أول نقطة ثاني نقطة الدعم المالي والمادي فعلا كثير نساء يوقفين بسبب عدم وجود الداعم أو الدعم المالي هذا يعني أصحاب الخير وأيضا الجهات الرسمية للأسف الجهة الرسمية عندنا في تعز أو في اليمن بشكل عام متغيبة تماما عن هذا الجانب ولا يعني ما لهم اشتغل فهذا الموضوع نقول أنه الدعم المالي معائق لهذه الأرملاء حتى تكون له مشروع صغير أيضا التوظيف أيضا يجب أن يكون لهم الأسابقية في التوظيف لأنه معيلات أسر إذن شكرا جزيلا لك سادة سبا المأربي المستشار الأسرية ومدربة المهارات الحياتية على هذه النصائح والإرشادات التي نتمنى أن تصل لكل امرأة تحتاج إلى أن تستقل وتنهض بنفسها في ظل هذا الوضع شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك